يتذكر النحات العراقي خالد العبادي بحسرة مشاهدته أعضاء في تنظيم داعش وهم يدمرون تماثيل وتحفاً فنية أثرية في مدينته الموصل تعهد أنذاك سراً بإعادة إبداع ما أتلفه والآن وبعد سنوات من استعادة المدينة من المتشددين يسير العبادي الحاصل على درجة الماجستير في الفنون التشكيلية قسم النحت في مدينة الموصل بفخر بجوار سلسلة من الجداريات التي أبدعها وتصور مشاهد من تاريخ المدينة الغني نفذنا التصميم يتكلم منذ الزمن الآشوري وإلى زمننا هذا ما بعد التحرير من إصابات داعش لكل فترة زمنية ارتعينا أن نضع جدارية أو شكل يحاكي تلك المرحلة فبدأنا من البوابة الآشورية وكأنه ندخل من خلالها إلى الزمن الآشوري وبعدها مجموعة من المنحوثات الآشورية بما عرفوا به الآشوريين من حملات عسكرية وزراعة وأمور اجتماعية وسياسية وعسكرية متنوعة فمن الإمبراطورية الأشورية في نينو القديمة إلى احتلال تنظيم داعش للموصل عام 2017 تهدف المشاهد إلى تذكير العائلات العراقية بالأحداث التاريخية التي عاشها سكان منطقة يقع الفناء الذي تعرض فيه الجداريات في الموصل القديمة وهي جزء من المدينة تضرر بشدة بسبب الحرب ضد التنظيم ونفذ العبادي نحو عشرين جدارية في هذا الموقع بالإضافة إلى منحوتات أخرى في أنحاء المدينة نريد أن نذكر الأجيال اللاحقة أن هذا تاريخ نينوى، هذا تاريخ الموصل، هذا تاريخ العراق يشوفون أمام الأعمال لأن دمرت وفي أعقاب استلاي التنظيم على المدينة عام 2014 هبأ أعضاؤه ودمروا العديد من المواقع الأثرية والتحف الموصل نشرت الجماعة لقطات مصورة عام 2016 تظهر مقاتليها وهم يجرون ويفجرون جداريات قديمة وتمثيل أثرية ترجمة نانسي قنقر